يزور هذا وقد بدأ وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصية بدأ زيارته لدولة اليونان وذلك في إطار فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور واستكمالاً للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نقوسيا عام 2017 من جانبها أكدت توزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم أكدت ضرورة نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاث ومن هذا المنطلق جاء التوافق على فعاليات النسخة الرابعة لتعرف الشباب على معالم الدول الثلاث والقواسم التاريخية المشتركة والتأكيد على مفهوم الجذور المصرية